أستاذ العويدي هنا كيف تفسر هذا التحول في الخطاب من اعتراض على النتائج إلى مباشرة استهداف رئيس الحكومة الكاظمي ووصفه بالإرهاب الكاظمي كيف تفسر هذا الأمر مساء الخيري لك أستاذ علاو وضيفك الكريم والمشاهدين بصراحة هذا متوقع يعني كنا دائما نحذر من قيام انتخابات في ظل سلاح غير تابع للدولة وهذا يعني ما نشاهده الآن يعني وفعلا هو لا وجود لمقارنة بين مظاهرات تشرين والمظاهرات الحالية لأن متظاهري تشرين لم يخرجوا للمطالبة بإلغاء انتخابات أو نتائج انتخابات أو استهدفوا استهدفوا العملية السياسية ككل يعني استهدفوا المتظاهري تشرين لم يخرجوا لأسباب انتخابية وهنا يجب عدم زج الحجر الشعبي بهذه القضايا الانتخابية وقضايا سياسية الحجر الشعبي المفروض أن يكون مؤسسة تابعة إلى وزارة الدفاع والفقرة التسعة من الدستور العراقي تقول أنه لا وجود لقوات مسلحة خارج إطار القوات الأمنية وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فنرى هذا الاستهداف لما تبقى من الدولة يعني هي الدولة بصراحة الدولة رخوة في العراق الآن المؤسسات الحكومية رخوة هذا الاستهداف عندما يأتي ويأتي على رئيس الوزراء الذي هو يمثل الدولة يعني العنف أيضا مرفوض من الطرفين يعني من الطرف الحكومي مرفوض هذا العنف وأيضا من طرف المتظاهرين إذا أخذنا بنظر الاعتبار أيضا أن أغلب الجرحة يعني 125 جريح حسب بيان وزارة الصحة يوم أمس أغلب الجرحة هم من القوات الأمنية إذن كان هناك عنف على القوات الأمنية وهذا كان رد فعل وأنا لا أفهم متظاهرين ماذا يريدون أن يفعلوا في المنطقة الخضراء أن يدخلوا إلى المنطقة الخضراء هل القصد هو إسقاط الحكومة؟ هل القصد هو تبديل القصد من الضغط على الكاظمي يعني الحصول على مكاسب انتخابية بعد أن دب اليأس ربما من فكرة تغيير النتائج هل يمكن أن يكون هذا هو المخرج أو التفسير؟ لا أستاذي العزيز أنا أعتقد أن الأمور خارج الكاظمي خارج سلطة الكاظمي الأمور الآن هناك لجنة انتخابات ومفوضية انتخابات وغدا انتهت من قضية الطعون إذا المتظاهرين وهذه الأحزاب كانت لديها حقوق هناك آلية الطعون وهناك آلية المحكمة وهناك بعض الآليات القانونية التي يمكن أن تلجأ إليها أما فرض سياسة الأمر الواقع بهذه الطريقة فهو لا يخدم جميع الأطراف الآن وكلما هنا ملاحظة يعني كلما استمر السيد مقتدى الصدر في ذهابه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية هو لا يريد حكومة توافقية وهذا معناه إقصاء هذه الأطراف من أي تمثيل حكومي سأسأل عن هذه النقطة إلى الأستاذ العردان في الحكومة القادمة وهذا ما يخشى وواضح تماما أستاذ العردان